تحية طيبة لجميع مشاهدنا في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليومني والبركات وإلى فقرة حكي ميديا وأبرز قصص مواقع التواصل الاجتماعي لليوم إلى قصتنا الأولى مباشرة منذ ظهور الهواتف الذكية وفي كل عام ومع كل عيد فطر أو أضحى أو حتى في أشهر رمضان تنهمر المعايدات كالمطر ليس بالاتصال أو بإرسال باقة وارد أو أي شكل من أشكال التي يمكن أن تخطر على البال إنما على الهاتف النقال جميعها معايدات جاهزة معلبة كما يصفها البعض كثيرون يمتعدون منها وكثيرون يدعون لترك هذه العادة وآخرون قد يحضرون أصدقائهم بسببها تتنوى هذه المعايدات التي نتلقاها في الأعياد بين صورة لباقة وارد مع جملتين أو فيديوهات لأغاني تهلل وترحب بالعيد وغيرها من التهنيات البعض يتذمر كما قلنا من هذه المعايدات ويعتبرها مستهلكة ونمطية ومملة فيفضل أن يرسل جملة من إنشائه شاركها مع معارفه ومحبيه والبعض الآخر يرسل المعايدات كما تصله إلى الآخرين فمثلا قد تصلك المعايدة مذيلة باسم غير اسم المرسل مثل مع تحيات أبو سابر وقد تكون مستهلة بآية قرآنية لم تضبط بالشكل الصحيح وبين مرحب ورافض للفكرة يشتعل في كل عام جدالهم من هذا النوع على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن يارا يمكن وصلنا أو وصلك بعض المعايدات كل ياتنا يمكن أن نصلنا في كل عيد بتوصلنا هاي المعايدات أو هذا النوع من المعايدات صحيح عابد أنا كتير بتوصلني هاي القصص بس بنفس الوقت بما أنه كل سنة بنفتح هذا الحديث وقت بحس أنه الناس ما نناطر يعني اللي بيبعث هايك نوع بنعايدة ما نناطر أنك ترد عليه أو تعلق أو ناطر يعاتب يعني لأنه خلص هو بيبعثها أنا في عندي محادثات في ناس بيعتين لهاي المعايدة من العيد الماضي للعيد في معايدة العيد الماضي وراهي مباشرة بكل المحادثة يمكن يكونوا ناطرين بس يمكن مكتوب كتير على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع أنه أحدهم يمكن فتح وصلته معايدة ففتح الرسالة اللي قبلها هي من العيد الماضي نفس الشخص ما بعت له أصلا من العيد للعيد بيبعت له هاي المعايدة كما قلنا هناك جدل كبير أو يعني إن صح التعبير جدل ليس جدل إنما آراء مختلفة حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي السورية سنضيء على بعض هذه الآراء وسأبدأ من محمد الذي يشارك هذه الصورة ويقول كل أنواع المعايدات مقبولة تليفون رواية ساعة زجاجة عطر مكتبة صندوق هدايا يسعدكم خففوا لي من كل عام وانتب خير عساكم من عواد يعني محمد يريد الهدايا الثمينة والهدايا التي لها قيمة عينية ربما ويرفض هذه المعايدات أما منشور علي فيقول الناشط علي يقول بعيدا عن المعايدات الجافة والنسخ واللسق افرحوا بهذا العيد ووسعوا على أهلكم وادخلوا أو أدخلوا عليهم الفرح والسرور وإياكم وشعار المفلسين الذين يقولون عيدهم بأي حال جئت يا عيدو أو عدت يا عيدو البيت الشهير بيت المتنبي الشهير الذي يتكرر في كل عيد عيدهم بأي حال عدت بس كأنه هالعيد مضبوط الوضع أكتر عابد ما شفتك كثير أنا هالعيد كأنه خلص يعني ملت العالم يعني هي لكن صارت أدما صارت مستهلكة يعني في كل عيد صحيح صارت الناس تتجنب ارتسم كوميكس عليها صحيح العبارة أو هذا البيت البيت الشهير طبعا للمتنبي عناب يقول أو تقول في هذا المنشور ما بحب المعيدات الجماعية وما حارد على أي رسالة إلا لو مكتوب فيها اسمي رباعي الاسم الرباعي ولازم الموليد والنفوس نعم بشأن تكون تعرف أنه إلا بالذات أيضا آخر المنشورات يمكن معنا لأحمد يقول بالمناسبة دي يبدو أحمد من مصر يقول حابب أقول لأصدقائي اللي بينزعقوا من كتر المعيدات ورسائل والمعيدات ورسائل والمعيدات والمعيدات المعلبة والأفورة في إرسال كل ما أنتجته السوشال ميديا من صور أو صورة وتصميمات للتهنئة هي فعلا شيء مزعج مش هقدر أنكر بس مجرد الاهتمام بإرسالها في شيء من الحب الحمد لله أنه عندنا ناس بيفتكرونها حتى لو في المناسبات من ضمن ليستة طويلة إحنا مشتركين في دواير ناس كتير ودرجات الأوربي مختلفة لكنها تظل درجات للأورب كل سنة وأنتم جميعا بخير أو جميعا بألف خير يعني بلاشتنا نخلط بين المصري والفصحة وتلتمسوا الأعذار لبعض وعارفين أن الدنيا بسيطة ومش مستهلة طبعا بس طويل لأحمد رح نروح إلى منشور آخر أيضا أحمد آخر أحمد عوية هذه المرة يقول المعايدات الجاهزة نسخ لصق كوبي بيست لا أعتبرها معايدة هذا رأي شخصي لأنه وقت تجيك على تليفونك وتقوم محدد شيء خمسين بني آدم وسفاء أرسال يعني أنا ممكن يكون واحد من بين هالخمسين وأنت غالبا ما رح تكون منتبه إذا كنت من بين اللي حددتهم أو لم يعني المختصر أربع كلمات كل عام وأنت بخير أحسن من جريبة مكتوب فوقها فورا ووردد كل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليكم بحال أفضل وظروف اقتصادية وصحية أحسن والله يبعد عن الجميع الأمراض ووضع مجموعة منها في الهاشتاغات المتعلقة بالعيد وبالمعايدات أما الصورة الأبرز في التداول فكانت هذه الصورة فيها أكثر الجمل السورية المعروفة والمتداولة في العيد وضعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوريون وضعوها في هذه الصورة منها عبارة العيد الجاي من كونسوا ومنها عبارة كل عام وأنت بخير يا بابا وأيضا يعيون أمك وتتذكر وأتجهزنا لك تياب العيد ومجموعة من العبارات التي صارت أو هي موجودة بذاكرة السوريين ومحفورة بذاكرة السوريين جميعا هذه العبارات التي كانت تتكرر لدى السوريين عندما خاصة الشباب الذين كانوا يافعين أو فتيان في وقت من الأوقات أتزال هذه العبارات هذه الصورة عابدة اليوم حقيقة أنا كثير تأثرت فيها وذكرتني بكثير ناس اليوم هنن بعاد عن أهليهم وللأسف كل عيد بيقولوا أنه العيد الجاي ممكن نرجع نلتقى وللأسف بيجي العيد الجاي وهنن بعاد عن أحبابهم وأهليهم وأخواتهم يعني فعلا كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي نعم يارى يعني أيضا من هذه المعايدات المهمة في العياد بالتأكيد المعايدات مهمة وهي الرتيزة الأساسية فيها إلا أن الأكثر أهمية ربما والأكثر تعبيرا عن العيد لدينا خاصة نحن السوريون في مرحلة الطفولة هي العيدية العيدية المادية طبعا وتحديدا التي تعتبر أوه المشروع استثماري لدى الأطفال ويعني لدينا كان في وقت من الأوقات وغالبا ما تكون مشروع فاشل لأننا غالبا ما كنا نصرفه على أشياء فارغة أو هكذا كانت أمهاتنا تقول لذلك كانت دائما الأمهات تطلب العيدية كي تحتفظ لنا بها عندها أعطيني أخبي لك عيديتك من أبرز الجمل كانت وما زالت الأمهات تقولها للأبناء في العيد المزيد في التقرير 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 المزيد في التقرير